هل مشكلة حاول مرة أخرى لاحقاً على تطبيقك الخاص تيك توك؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعدها سوف نقوم بالنزول للأسفل ثم نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة ثم سوف نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق هنا التيك توك سوف نضغط على التيك توك ثم نأتي الى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي الى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحة بيانات ثم نضغط على مسحة تخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بالذهاب لمعجرار Google لكي تقوم بالبحث عن تطبيق التيك توك لكي تقوم بالضغط على التحديث ليتم تحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك وانتعقل في فيديو آخر ان شاء الله